اشتركوا في القناة في برج الميزان في ساعات ما بعد منتصف الليل رح ينتقل لبرج العقرب طبعا القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة موجودة ما بين الميزان وما بين العقرب هي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد رح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 22.44 دقيقة من عصر اليوم الأحد لا ينتقل بعدها القمر لا منزلة قلب العقرب منزلة قلب العقرب هاي هي منزلة القلب هي بسموها قلب القلب أو قلب العقرب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا بما أن القمر ما زال موجود من الآن لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل في برج الميزان فبيظل التأثيرات علينا مساء يوم السبت لغاية ما بعد منتصف الليل إنها بتظلها الفترة هاي فترة جيدة عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر ومنميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مأثر علينا خلال فترة هاي وخلال هذا اليوم هي زاوية اقتران سلبية الأولى بين عطارد وبين أورانوس وهاي رح تستمر تأثيراتها لغاية يوم تسعة عشر أربعة طبعا بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كمان في هاي الفترة بتجعلنا هاي الزاوية عصبي المزاج ومنرتكب أخطاء ومنتهور حتى منتهور بحركتنا وبقيادة السيارات وهذا الشيء بسبب حوادث كما انها هاي الفترة يعني تعتبر وقت غير صالح للشراكة ولا تعتمد على الحدث نهائيا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي تأثيراتها حتى يوم واحد وعشرين أربعة هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم عشرين أربعة هاي الزاوية بتهيئ الفرص أو الفرصة للبدء بإعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر وكمان برضو بهاي الفترة بتكون شعبيتنا في تصاعد أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين بلوتو وأنه هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم اثنين وعشرين أربعة هاي الزاوية بسبب بأنه بهاي الفترة بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وبتدل على وجود مؤامرات ضد الحكومة أو حكومة ما في بلد ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بتعبئ ضد بعض الجماعات الإرهابية أو بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وبرضو احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها زي ما حكينا اليوم آخر يوم لإلها بتأثيراتها وهي اللي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وقدرتنا على تحمل المسؤولية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية الاقتران الإيجابية بين المشتري وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 25 أربعة هي زاوية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وفي هاي الفترة تنتهي وضعية حرجة لبعض الأشخاص وبعض الأشخاص ممكن يقعوا في الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم طبعا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين البلوتو هي ذكرناها يوم أمس ولكن لأنه بتصير الساعة 29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم السبت وتأثيراتها بالظل غاية صباح يوم الأحد بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية بيبدأ عنا خلو المسار برضو ذكرناه يوم أمس ولكن لأنه برضو مساء اليوم السبت اللي هم مساء بث الحلقة فلازم نعيده طبعا هو خلو المسار رح يبدأ ساعة 59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم السبت ورح يستمر لغاية أول 22 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هو منتصف ليل السبت على الأحد بعديها القمر بيكون أنهى خلو المسار طبعا خلو المسار معروف أنه هو فترة سلبية لها تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي أول 22 دقيقة بدخولنا في يوم الأحد بصير القمر موجود في برج العقرب يعني بنتقل من الميزان للعقرب الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 3 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت الأردن يعني كل دولة بتزيدوا على حسب الدولة اللي أنتوا فيها قديش هي بتفرق عن توقيت جرينيتش مجرد ما دخل القمر على برج العقرب فبتصير هاي الفترة أنه منصير إحنا أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاهرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا في هاي الفترة عمل تأمين أو تجديد تأمين لأنه أو شراء تأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بعد ما ينتهي الانتقال في عنا ثلاث زوايا رح تتشكل الزاوية الأولى رح تكون أربع زوايا عفوا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 2.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية ساعات العصر تقريبا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة 10.42 دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعة العصر لغاية ساعات المساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وبرضو هاي تأثيراتها من ساعات العصر وبتستمر حتى صباح يوم الاثنين هي زاوية إيجابية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي برضو نفس الشيء من ساعات العصر بتبدأ وبتستمر حتى صباح يوم الاثنين هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون الساعة 11.27 دقيقة بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الأحد طبعا هاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح اللي أعضاء الكلا الحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية من ساعات الصباح طبعا بتختلف الأمور هو من ساعات ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش ولكن احنا بنحكيها من ساعات الصباح بالنسبة للشرق الأوسط الأعضاء بتصير الحساسة اللي هي الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغد التناسلية المبيض لبروستاتا عظم العانة والجينات بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل ولكن هذا اليوم يعني يعتبر مناسب إلى العمليات الحقن التجميلي ولكن بالنسبة للجراحة التجميلية نحكي بلاها طبعا هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن لا يصلح للقص العلاجي يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ فقط لا غير أما بالنسبة لمطعم كورونا فما في أي مشاكل ممكن شوي هيكي إلها علاقة بالحرارة وأعتقد بس البندول أو برستمول حبتين كل ست ساعات كمسكن وخافض حرارة يفي بالغرض بالنسبة إلى الأمور اللي إلها علاقة بالحجامة برضو هذا اليوم مناسب للحجامة لأنه الدم ما زال فيه أوج له سيولته وأوج زيادته فعشان هيكي هذا من الأيام المناسبة للحجامة وتبرع الدم برضو بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين ثمانتاش أربعة بيبدأ في تمام الساعة 11 و 54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الاثنين وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى صباح يوم الثلاثاء تسعة عشر أربعة حتى تمام الساعة 22 و 16 دقيقة صباحا لا يستقر القمر في برج القوس يعني خلو المسار القادم مدته تقريبا نقدر نحكي ساعتين و 20 دقيقة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 16 يوم في تمام الساعة 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح عمره 17 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة بنسبة 45% القمر في الميزان بدأت انتقل للعقرب طبعا رح تستقر في برج العقرب القمر في العقرب لغاية يوم 19 أربعة هو الآن سعيد بنسبة 40% ولكن في ساعات الفجر بيصير سعيد بنسبة 15% لغاية ساعات المساء ومن ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الثورة حتى يوم 29 أربعة منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 30% المريخ في الحوت حتى يوم 24 أربعة وعشرين خمسة ما زال منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% أبلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ما زال القمر موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل فبيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتكو تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر برضو بتكو تضبطوا عصابكم ما في داعي للانفعال أو العصبية من ساعات ما بعد منتصف ليل الأحد طبعا القمر رح ينتقل وصير في البيت الثامن هنا بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شي انكم ما تهملوا صحتكم بتصبح لأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم من الأيام الماضية بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شي انك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة وأعدار برج الثور من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتكو تواصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد وأهم شي انكم برضو ما تهملوا صحتكم لأن القمر ما زال موجود في البيت السادس وهو بدو يتجه لمقابلتكم بعد منتصف الليل الليل السبت على الأحد بصير القمر مقابلكم تماما فعشان هيك بصير طاقتكم ضعيفة ولكن بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن يعني تشعروا أن الأمور بلشت تتعقد أو يطرأ نوع من أنواع البلبل فعشان هيك بتكو تعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاضروا القطيعة والدعاوة القانونية خلال هذا اليوم لأنه خصمكم قوي والعراقيل بتستفزك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة القمر ما زال موجود في البيت الخامس اللي هو الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات ما بعد منتصف الليل فبوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحبائكم ولكن دون أنك تتسلطوا عليهم أو تفرضوا رأيكم عليهم ممكن شوي تشعر ببعض سوء التفاهمة بينك وبين الأحبة ولكن بعد منتصف الليل وطيلة النهار بتشعروا أن العمل بلش يتراكم عندكم فبتكون تنتبهوا لصحتكم وتنتبهوا لأعمالكم ممكن تشعر أن الأعمال صارت زيادة على اللزوم وصار عندك أكثر من عمل في نفس الوقت ومش قادر تنجز كل أعمالك وبتصعب عليك فهذا الإشي ممكن يخليك تضطر للعمل وقت إضافي أهم شيء أنك تنتبه لعملك وتنتبه من بعض المشاكل الصحية برج السرطان من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء أثاث بيت أو دفع مصاريف منزلية يعني بتكون تقللوا فيها قدر الإمكان ممكن يصور فيه سوء تفاهم أو مشادات كلامية أو زعل من بعض تصرفات أحد أفراد العائلة ولكن مع ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح وطيلة النهار بتتغير الأجواء لصالحكم فبتشتد رابطكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتعيد العلاقات إلى طبيعتها من اليوم راح تنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة في الأيام الماضية أو كان مستحيل حلها تعتبر هاي فترة إيجابية دعملة إلك بكل الحضوض برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد ما زالت الأجواء ممتازة جدا على مستوى التنقلات والاتصالات والامتحانات من الآن لغاية ساعات منتصف الليل يعني أو لغاية ساعات تقريبا صباح الباكر فعشان هيك بظل النشاط عالي جدا ورح يظل في نوع من أنواع الاهتمام بالحوارات والاتصالات ولكن مع ساعات ما بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل للبيت الرابع فهنا رح يصير التركيز كله حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أحد أفراد العائلة أهم إشي أنك تتجنب وتوبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك وحاول أنك ما تفرض رأيك أي فترة مناسبة للتنقلات وحتى لبعض الاستثمارات برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا الأجواء ما زالت بتركز على الوضع المالي مصريف أو دفعات أو فواتير أو حتى مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي يعني أي شيء له علاقة بالأمور المالية من الآن لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك برضو بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أما من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء رح تتغير بشكل تام فرح تنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والنقاشات والحوارات ورح يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصك يعني على حسب أنت كيف عايش إن كان في البيت نشاطك في البيت وإن كان خارج البيت أو في العمل فنشاطك بيكون على هذا الاتجاه بتكون عندك لقاءات عديد اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل من الآن لمنتصف الليل تقاتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا بأي عمل جديد بل واصلوا أعمالكم الاعتيادية اللي أنتم متعودين كنت تعملوها بشكل روتيني وخصوصاً أنه في قلوب مسار أما من ساعات ما بعد منتصف ليل السبت على الأحد ودخلنا لساعات الصباح بتتغير الأجواء تماماً خلال هذا اليوم فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية أو تهتموا بالأمور المالية اللي بتجي أموال لإلكم مستردات، هبات، هدية، دعم يعني أي اتجاه مالي أهم شيء إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبلغوا بمصاريفكم بدك تكون معتدل وموضوعي حتى في النقاش والمساومة اليوم ممكن تهتم لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً القمر ما زال موجود موعد بث الحلقة الآن اللي هو مساء يوم السبت ما زال موجود في بيت متاعبكم في الميزان وراح يظل موجود لبعد منتصف الليل فعشان هيك بتشعروا إنه التعب ما زال مسيطر عليكم ما عندكم طاقة فقط انجزوا العمال الضرورية من عمل متراكم وحاولوا أنك تخلدوا للراحة أو اعملوا الأشياء الروتينية من ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح بتتغير الأجواء تماماً بتصير يعني طاقتكم أحسن أفضل لصحتكم أفضل لطاقتكم بتستعيدوا حماستكم تنهمكم بإدخال تحديلات أو تغييرات على روتينكم أو على مظهركم بتقوى نسبة النجاح عندكم وبتشتد عزيمتكم وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعاً الأجواء رح تتغير حسا أنتم في فترة ممتازة من الآن لغاية ساعات المنتصف الليل ولكن بلشت الطاقة تنزل عندكم صحيح أنه ما زال في مجال للنشاط بينكم وبين الأصدقاء أهم شيء أنكم ما تعتمدوا كثير على أي وعد يقطع لكم أو أحدهم في خلال هذه الفترة شوية رح تحس الأمور بلشت تضغط عليكم لأن القمر خلاص بده ينتقل ما بعد منتصف الليل لبيت متاعبكم فعشان هيك من بعد منتصف الليل بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ويبتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود في بيت السمعة فمن الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتكونوا تواصلوا أعمالكم الاعتيادية وما تبدروا له عمل جديد حافظوا على سمعتكم قدر الإمكان ما في داعي لا للمجازفة ولا للمغامرات من ساعة ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار يوم الأحد بصير النشاط على المستوى الاجتماعي فممكن تلتقوا الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلموا بل كرروا المحاولات قدر الإمكان الأجواء إيجابية ودعم لإلكم على المستوى الاجتماعي ومستوى أصدقائكم ومستوى المناسبات فممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر مازال موجود في البيت التاسع لغاية ساعات منتصف الليل اللي هو السبت على الأحد فاللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وإثناء تنقلاتكم على الشوارع المفتوحة بتكون تنتبهوا ما في داعي للا المغامرات ولا للمجازفات من ساعات ما بعد منتصف الليل بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم إشي أنه ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم حاولوا أن تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي بتحوي على قلق وتوتر لأنه هذا بيت السمعة فبتكوا تحافظوا على سمعتكم قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن لغاية ساعات منتصف الليل السبت على الأحد فمن الآن لهاي الوقت بتكونوا تجنبوا أي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة خففوا من النفقات ابتعدوا عن المصاريف اللي ما إلها أي داعي بالفترة هاي وما تغامروا بالأمور المالية من ساعة ما بعد منتصف الليل وطيلة نهار اليوم اللي هو الأحد الفترة هاي ممتازة جدا بتنشغلوا فيها باتصالات بعيدة تواصل مع جانب أشخاص خارج البلاد امتحانات لقاءات اتصالات كلها هاي الأمور ممتازة بعضكم ممكن حتى يكون في عنده سفر في هاي الفترة برضو هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة وفي منكو أشخاص رح يناقشوا بقوة وذكاء ويتجرؤوا على رفض أي شيء ما بناسبهم أهمش انكم ما تخشوا شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وبرضو لا اتصالاتكم للحثيثة أو الكثيرة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء